ترجمة نانسي قنقر السجناء من مركز شرطة الهلال على خلفية قضايا مخدرات خلية رعلام الأمني أكدت في بيان إرسال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملبسات هروب الموقوفين ما سيترتب على اللجنة التحقيقية للاطلاع على تفاصيل التحقيق ومعرفة المقصرين وإحالتهم إلى القضاء قصة الهروب هذه أخذت مسارا مختلفا على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن هروب الموقوفين لم تتوقف عنده الجهات المعنية إنما عرف العدد وعرفت الأسماء فيما وجوه فساد ونفوذ أكلوا مال العراق ما زالوا في عداد مفقودين لا ترهم الأعين بعد أن هربوا خارج العراق لكنه عزم عراقي على أن يأتي يوم يكون السجن فيه عقابا لكل مجرم سيما أن قضايا المخدرات التي تحرق الأخضر واليابس من شباب العراق وتسبب أذى مجتمعيا يضرب بالنسيج الاجتماعي ومستقبل الجيل سيما في الآوينة الأخيرة التي انتشر فيها مخدر كريستل ميث وأغرق جزءا كبيرا من شباب العراق في الإدمان عليه والتجارة به بعد أن كشفت مصادر عن دخوله تهريبا عن طريق إيران ما يلزم قبضة حديدية في ملاحقة المجرمين وإحالتهم للقضاء